دستور دستور حد خلع راسه انا جاي انا جيت عاملين ايه اخبركم ايه وحشتوني كتير كتير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيجي نبدأ يومنا بايه بالصلاة على الرسول ونقول في يومنا هنعمل ايه النهاردة هنعمل روتين سهل وسريع ونهيش مع باب اليوم وهنعمل اي بقى مش نعمل اكل كل اللي هنعملو ان احنا لسا صحيين هنلم الغسيل اللي منشور طبق الغسيل هنروق كده الريسيبشن روقت غرفة النوم بتاعتي وندخل كده نشوف لو في طبقين ولا حاجة في المطبخ نخلصهم نخسلهم ونشوف تلاجتنا النهاردة فيها ايه تلاجتنا فيها ايه اه يا انتيش طبخي لا هعمل اكل هنعمل ايه يا سمين الله طب انتو بترغل ايه ما تيجوا تشوف انا هعمل ايه من غير كلام يلا بينا عشان ما تقوليش على يا رجاي يلا 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 بينا اول حاجة نعمل ايه نصلي على رسل الله صلى الله عليه وسلم ونقول ايه اللهم صلي على محمد وعلى قالي محمد كما صليته على ابراهيم وعلى قالي ابراهيم وبارك على محمد وعلى قالي محمد كما باركت على ابراهيم وقالي ابراهيم في العالمين انك حميدة مجيد يلا بينا نروح نعمل ايه? يلا بينا اللام الغسيل. هنا بقى رحت عشان اللام الغسيل اللي احنا كنا نشرينه بالليل. طبعا انا لميت الغسيل اللي كالوانه. ده كان الغسيل بقى اللي هو الاصمر. الحاجات العبايات بقى الصمرة وكده. طبعا على كل شوية بخسن. مش عارفة ليه. بس ام انا كده. بسراحة بسم الله ما شاء الله تبارك الله الغسالة فعليا اللي اللي هي من فوق اوتوماتيك. الله يبارك لي فيها وربنا يبارك فيها في كل حد عنده الغسالة دي. غسالة بجد بجد ممتازة جدا. حلوة قوي. ربنا يحفظها يا رب. هنا بقى انا طبقت الغسيل زي ما انت شايفت كده. وطبقت الترح بتاعتي انا يعني بطبقهم واروح برماهم كده وبرصهم في الدرج بتاع التسريحة. هنا كنت انا خلاص طبقتهم وروح وحطتهم في الدرج وبعد كده رجعت اخدت تاني البقية الغسيل رصيته في الدولاب. طبعا زي ما انتو شايفين كده رسبشن كده مش متروق وكانت عندي رومة. وكانت الحاجة بقى محطوطة كده وكننا قاعتين. هنا بقى جبت الحتة بتاعتي عشان انفض ونفض نفض 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 نفض. هنا بقى قاعدت العب في التليفون معلش عادي عادي. فيش اي مشكلة. هنا بقى مسحت الترابيزة وروقتها وزبطتها. وهنا رحت علشان اعمل ايه? علشان اجيب المكنسة. واكنس السجاد. هنا بقى عملت السجاد السجاد بتاعك. اما انتي على طول كده تنظفيه. على طول كده تعمليه بالمكنسة. هيبقى معاك زي الفل. ومش يحتاج بقى ان انت كل شوية ايه? تعود تتعاكي وتخسلي فيه. هنا بقى لفتكو كده الناحية التانية على السجادة التانية. برضو عملتها. يعني مش مضطرة بقى ايوم فيش حاجة. بس يعني ايه? زيادة نظافة كده. يعني ده الروتيني اليوم بتاعي اللي انا بعمله قصا كل يوم او المسح الصبح. بروح مروعة عشان بقى عدت طول النهار كده فاضية وريئة كده او مزاج بقى مزاج كده تعملي لك شاي بقى تخرج الروحي تيجي. اللي انتي عايزة يا امر. هنا خلاص انا دخلت القط النوم عشان اعملها برضو بالمكنسة. عملتها بالمكنسة وخلصت وهنا رجعتكم تاني ناحية الريسيبشن. هنا بقى انا رحت جبت الشار الشوبة بتاعتي. وروحت ايه? حطة فيها كلور ودوني. وشوية ملح زي ما احنا متعودين. وروحت ايه? رحت مسحة البالكونة. وروحت مسحة هنا الريسيبشن من تحت الحتة اللي بعينا من السراميك. السراميك طول ما انتي بتلمعي كده. بصي اخر رائل. تبقي كده قاعدة كده مكانك حلو زي الفل. وعلى رأي عمسال زمان اكنس بيتك ورشه. ما بقى دخلنا على المطبخ وزي ما انتي شايفة كده في دخلت فيه الكبات اللي احنا كنا بنشرب فيها النسكة فيه. واللبانة بقى وطبقة. وحاجات خفيفة يعني كلها ما مش حاجة. تقول ما انتي بتصبني? اذكري لا. قولي لا اله الا الله. محمدا رسول الله. تتحرك في الشقة. يبقى انتي كده بتاخدي الاجر اجرين. اجر الزكر. وبتاخدي اجر تنظيف مكانك اللي انتي قاعدة فيه. يبقى هتقولي ايه? هتقولي لا اله الا الله. محمدا علي محمد. هنا بقى جبت حتة السلك. شوفي دعكتها خلتها برو 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 برو. هنا بقى اهم حاجة في المونياتك طول ما انتي بتدعكيها بالسلك على طول. هتخلي دايما الامونياتك كده برو برو. وكل اللي يدخل جواه عندك المطبخ يقولك ايه ده يا جمال الامونياتك. هنا بقى خلاص انا بصبن الحود. دايما كده تروحي مصبنا الحود وتروحي ملمعت اه تخسلي كده الفوت وتروحي منشفها. هنا بقى انا جبت تلات معالق رز. وصورت المية بس نسيت يعني متصريحات دي ما تصورتش. حطيت تلات كبايات مية. اديتهم غلوتين وسبتهم ساعة كده لحد ما الرز نفش. وايه? وخطتهم غلوتين تاني. لحد ما هو استوى. وتهارى معي خالص. رحت مصفية وروحت واخدق مية الرز. كنت انا جبت سبونة ضوف. انا جابها للبشرة الحساسة اللي هي البيضة. وروحت مدوباهم في المية اللي هي السخنة دي وهاردهم تاني على النار. علشان ايه? علشان ادوب الصابون اللي انا بشرته وحطيته فيه. وفي نفس الوقت الرز اللي احنا سلقناه انا حطيته في الخلاط زي ما ورته لك كده. وعملت ايه? وروحت ضربه في الخلاط. وروحت اواخده حبة من السائل ده. رحت احطه عليه. لحد ما تخالب بقى ناعم جدا جدا. رحت رده على ايه? على البقية السائل اللي احنا عملناه اللي هو مية والصابون المبشور. بصي هنا شايفة ما شاء الله عامل ازاي? هنا بقى انا جي تقلبت وده فيتامين اي. انا بس ده الف. لو هتحطي اللي هو ربعمية اه حطي منه اربعة. انا هنا حطيت من دوت كابسولتين علشان ده الف. يعني الفين. عايز اقولك بجد بجد هتحسي باختلاف بشرتك تماما وتحفة تحفة تحفة جربيه. وانا عملته قبل كده ونس عملوه وبجد بجد عجبهم جدا. هنا بقى دخلنا فين? دخلنا على التلاجة عشان نعمل ايه? عشان نعمل الغداء. ما احنا قلنا النهاردة ايه? اكلنا من تلاجتنا. احنا النهاردة مش هنعمل حاجة جديدة. مش معقولي بقى عندنا اكل مركن وحاجات مركنة. وما نستخدمهاش. ان ما ينفعش ان انتو تكونوا متابعين وعي لتصفر تسومة وترموا اكل. حسوكوا عنكوا ترموا اكل. ربنا يا حاسبنا. في ناس بتتمنى اللقمة دي. هنا انا لقيت شوية رز بالخلطة. ودي حتة عجين. لا دي خليها للعشا دي. احنا هنتغدى المحشي وهنتعشى بالفطير. خلينا مع بعدينا وهنعيش اجمل حياة. هنا بقى طبعا حبت الورق اللي عندي كانوا قليلين جدا وحبت الرز قليلين. جبت مطاطسايا رحت غسلاها ومقطعها شرايح مش تخينة مش رفيعها. دورت عندي ولايت عندي سجق. جبت مصلايا رحت مقطعها شرايح وقرنين فلفل. وحطيت السجق وحطيت كل دوت في اعر الحلة من تحت. جبت بقى الرز هنا زودت علي معلقة صلصة وهارز ومعلقة من هارزت الشطة. وروحت مقلبة ده كله مع حبة رز زغنطاتين تكمنين. وهنا بقى جبت المحشي. عشان ايه? عشان الفه. وقعدت الف في اختي معايكو المحشي. والله شفتي بقى? وقعدت ايه? الف في المحشي. الف الف الف. لحد ما دغت والله من اللف. لفيت هنا بقى معايكو الكرومب. وعملت معاه من الخلطة دي. عايز اقولك الخلطة دي كانت جبارة. انا سبت المحشي وقعدت اكل في الخلطة والله بجد طعفة. طعم البطاطس مع السجق مع البصل مع الفلفل مع طبعا طعم الكورومبو والرز بالخلطة. ايه ده يا ميكس كده رهيب 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 رهيب. بصي من ابسط الامكانيات اعملي احلى الاكلات. عايز اقولك اوعي ترمي اكل. والله العزيم في ناس بتتمنى اللقمة بتتمناها كده. واحنا بنرمي اكل والله ربنا هيحسبنا عليه. انا هنا كان الورق خلص. طب ارمي حبة الروز والله ابدا دخلت قاعد تدور ما لقيتش اي اوراق تاني عندي بصراحة. ما عندي ورق جرائد. لقيت ارنفلفل رومي احمر كبير. رحت حشياه بيهم حبة الروز. ورحت حطهم كده في النص. منور شايفاء بصي قاعد منور كده. يعني تحسية شريحي القلبي كده في الحزين في الحلة. هنا بقى حطيت مياه في الكاتل. ورحت ايه? رحت جاي بقى. حبت مياه. حطيت عليهم كعب مرأة وحبت فلفل اصمر. ورحت حطة العقد بتاعي ورحت رفعها على النار. طبعا المياه كانت بتغلي. اللي هي الشربة يعني دي. فطبعا هذوبك هتاخد غلوتين وهوطي عليها شامعة. عارفة يعني ايه شامعة? ويسي بقى ياخد له ساعة ساعة ونص مش مشكلة. بس ما بيستوي على نار هادية بتاكل احلى محشي في الحياة. ودلوقتي هنا بقى لحظة الحسنة. لحظة الحسنة. الى قلبي يا جباب يا حلاوة خطيرة 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 خطيرة. طبقا استعى يا نف. استعى استعى. شايفة? شايفة جد بجدش قادرة اقولك. يعني بصي انا هسبلك. طبعا هنا انفجر. انفجر تقريبا كان هياولد ولا ايش? شايفة يفتحي وقفعي بقك يلا 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 بسم الله يا خرشي على الجمال تمتلك كده نجرب البطاطس بس البطاطس عاملة ازاي بطاطس دايبة دايبة سخنة 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 لا يجبnia وانها تذكر من العدم الحضر نضع كده الروز مم 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 سوف نضع كده سباعي انظره مم هذا الجمال احنا عملناه من بواق التلاجة و شوفي بقى طبق يكافي اثنين و ثلاثة كمان ولسه كمان معنا في الحلة عايز اقول كم جد جد الطعم وهم من حاجة بسيطة جدا يلا بينا نتمل بقى ثيورنا يلا بينا هنا بقى كنا اتغدينا و شربنا الشاي وجت روما قاعدت معايا و كانت بعد ما مشت هي جيت بقى ايه للعاشة انا عايزة عاشة من اجوعت اعمل ايه طيب اعمل ايه كان عندي حتة العجين فاكرين العجين في الروتيني اللي فات دوت عملت لكم آآ عجينة من عبارة من دقيق ومية وملح وعملنا منها الحلو والحادق طيب انا النهاردة كان فايد قلت لكم قطعت اربعة خدت عملت تلاتة وكان فاضل واحدة حاطيتها في التلاجة انا جبتها هنا فردتها ولحد ما انت شوفتها كده رخامة بنت من تحت ولحد ما طبقتها حاطيت لها زيت وطبقتها وبعد كده هنا رحت التجاية تاني فردها ورحت احطها الحشوة بتاعتي برضو سجوء هو اليوم كان يوم السجوء يوم السجوء العالمي مبارح النهاردة رحت طبعا عملت ايه حاطيت السجوء والجبنة ورحت اقفليها وبعدها كده صرتها ترتاح رحت احط ايه رحت ايه فردها اهو ورحت احط انا كده هي بعد ما هي كده ريحت انا فردتها بصي افرديها على قد ما تقدري ما تهتمش بالوش قوي عشان الوش هنحط له جبنة وبيض فما هي الدارة يعني هنا انا حطيت بيض عليها ملح وفلفل اصمر وحطيت الجبنة ودخلتها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 وكنت مشغلة الفرن علشان تستوي على طول هنا بقى كان خلاص انا دخلتها والحد هنا هنستنى وبكده تكون الفطيرة بتاعتنا خرجت والحمد الله كده بقى عشت وده كان عشان النهاردة كان غدانا محشي وعشان افطير بالسجوء يعني بصي اخر دلعة تدخلي تلاكتك وتطلع اللي فيها وهي سخنة مولعة مش هارف اقطعها على فكرة بسم الله ليس سخنة شايفا مستوي من تحتها عملت زي شايفا اللون اتصا ترى ترى مرة أفعلها كيف ترى لا أستطيع أن أستطيع أن أفعلها ترى ترى ندوء كذلك الطعام بسم الله ترى قطشب أو مخلل الخراش سمع الأرمش جداً لا أحبق لكن يكون لون منها لكنها ترى 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 لسه ذات حتى ترى ترى تترى ترى انتظروني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته